رجعنا تاني مع كل مشاهدينا على الهواء وفقرتنا التانية فقرة مكياج فتاة الجامعة بساعدنا نحن نلتقي بخبيرة المكياج رحاب النجار والموديل الجميلة لماعنا شايماء أو شيمو أهلا بك يا رحاب وأهلا بك يا شايماء رحاب اخترتي ليه تعمل لنا النهاردة ومكياج بنت جامعية هيا الفكرة كلها اني دلوقتي وقت دراسة فدايما بيطلب مني عاية اعمل اي لاينر ازاي اسهل طريقة في وضع الاي لاينر الدرجات المفروضة ان انا اعملها فوق العين احسن درجات تليق في فترة ان انا انزل بيها الصبح وممكن ارجع بيها اخر النهار كمان يبقى لايقة بالنهار ولايقة انها تاخد فترة من فترة الميد نايت يعني الوقت اللي في المنتصف دوت الابلي ميدي او ففكرت الفكرة ديت ان انا اخد الميكاب دوت ترابيات شوية مع الاي لاينر الروفية ما يبقاش شادد قوي يصحب العين ويبقى بشكله صارخ كده فحبيت اعمل الميكاب دوت وممكن كمان لو هي خرجت بعد البنوتة يعني خرجت بعد الدور ممكن كمان تغير لون الروج بدرجة اغمق شوية فيمشي معاها كمان مش بس بالنهار ليها كمان خرجة بعد الدور انا الحقيقة يعني من مؤيدي ان يعني الناس ما تحطش ميكاب او الستات او البنات ما يحطوش ميكاب في فترة النهار لان شمس وطراب وهوى والتلوث طبعا وعوادم السيارات اللي كلنا بنتعرض لها مع كمان ماكياش فده بيساعد على ان البشرة يعني تجف ان البشرة يظهر عليها علامات شيخوخة مبكرة لكن احنا بنتكلم في اللي بيحب بقى يحطو يعني البنت الجامعية اللي عايزة تنزلو تحطو ماكياش ويرايحة الجامعة السيدة اللي عاملة او الموظفة اللي عايزة حط الميكاب خفيف وهي نادلة رايحة شغلها هنقدم بقى النهاردة اللوك اللي هو البسيط اللي انت عامله السيمبل ده السيمبل قوليلي ايه اللي الالوان اللي بتقترحيها انها تتحط بالنهار الملأمة اللي هي الست اللي بتشتغل او البنت اللي رايحة الجامعة يعني عندك مثلا من درجات اللي هي الفانيلا الهادية خالص ديات ممكن تشتغل تحت في العين من قدام كده وتغمق حاجة بسطة بالدرجة اللي انتقالية اللي هي ميلة دلوق شوية للدرجة اللي هي البني افتح درجات خالص البنيات شوية ممكن لو درجة من درجات مثلا الدرجات النود كلها يعني احسن درجات ممكن تشتغل بالنهار هي درجات النود كلها بتبقى كمان طبيعية جدا جدا هي للالوان الترابية او البنية الخفيفة بالضبط حتى الروج جو والروج وكله ميل الى اللون الترابيات طبيعي بالضبط وبعدين كمان اللي بيدي لمعة شوية الوش هو ممكن الهايلايتر هو حتى لو انت عامل درجات كلها نود وكلها مط ممكن لمعة الهايلايتر بس في حاجات معينة في الوش كده هي اللي تسحب العين للمكان دوت بس الشكل طبيعي طيب نبدأ معك في الوحش رحل انت عاملت ايه الاول مبدئيا انا عاملت البيز بتاع الوش عادي خالص وبعدين بدأت اعمل كنتور للوش خفيف برضو مش اللي هو تقيل اوي لاني هو طبع فترة صباحية مش محتاج ان هو اعمل نحت كامل للوش كله عملت عند القورة الكنتور والخدين وعدمتين المناخير بس كده علشان خاطر احد شوية من المناخير عملت دربات الترابية كلها فوق العين فتحة من قدام شوية درجة الفانيلا كده قدام شوية واخدت درجة اغمق شوية في النص وغمقت بالدرجة من درجات البنيات اللي هي الوسط شوية في الاواخر وبعد كده هنبدأ نحط بقى الدرجة هنا تحت الحاجب بعدمت الحاجب شوية الدرجة فتحة كده علشان تدي تفتح العين شوية وتنور المنطقة لتحت الحاجب بس انا اكمل بقية الميكاب دلوقتي اعلن كامل معيك اه اوكي دلوقتي هاشتغل تحت العين علشان انا قريدي اشتغلت فوق فهكمل بقية العين اه وانت شغالك كده اقول لنا ايه احدث الالوان الموضة السنادي الشتاء السنادي 2016-2017 واخد درجات الزيتي خالص الزيتي درجات المفات الغمق اللي هي الدافية شوية اه درجة النبيتي طبعا دي متربعة متربعة وبالذات الدرجات اللي هواخد درجات الميلة للااخدر الزيتي دوت مع تاتشا مبيتي بيديك درجة في الوسط كده بينهم هم الاتنين بتبقى فضيعة على فكرة الأخضرات برضو اللون الزيتي يليق على البنيات طبعا والنبيتي بيليق على البنيات برضو ولو أخدنا النبيتي دوت في تاتشا زيتي بقى يعني تاتشا من دي وعلى دي وحطيهم في مكان واحد بتعملي بلمد كويس ده بيدي درجة تحفة يعني بين البنين يعني ولا منها بيتي ولا منها زيتي فبيبقى شكله تحفة أنا دلوقتي هشتغل تحت العين علشان أنا قريدي معظم الحاجات أخلصتها يعني من فوق العين فأنا دلوقتي حطيت درجة من درجات البنيات اللي أنا حطتها فوق فأنا عايزة أدخل درجة تانية في اللون البني فهحط درجة شوية ميلة للبيجات كده تحت البني علشان أسحب العين لأنه برضو ده ميكاب نهار فمش محتاج أن أنا أفور قوي وأحط درجات غامق مش محتاج أن أنا أعمل زي السموكي مثلا كله اسودات أهو أنت حطيت دلوقتي الروجة جوء أو الفرجة جوء لا لا أنا أحطيت دلوقتي الدرجة اللي هي البني لتحت العين علشان أخذ من فوق لتحت يبقى لدرجتين درجة واحدة فبيسحبوا العين لفوق شوية كده وسعوه لأ علشان أنا شفتك استعملت الفورشة فقلت أنت فحفتتين أنا استعملتها أوريدا شخاطر نزل من الشادو على الخد فبيطياري بيها الحاجة كده بس إحنا دلوقتي أنا كنت أوريدا كنت مركبة الرموش فكنت عايزة أكمل أن أكمل رسمة العين ويعني أنا شايفة أنه ممكن يبقى كتير رموش وكده وينازل الصبح الجامعة رموش دي درجات أنت عندك درجة يعني بتبقى أوريجنال خالص يعني في ناس بتبقى رموشها خفيفة قوي يعني في ناس بتبقى رموشها أصلا ما إحنا لو حبتنا رموش رموش أصلا الخفيفة دي هتقع فإحنا عايزين نحافظ شوية يعني خلي رموش دي أنا أنت هتعمل دلوقتي رموش عشان نشوفها وكل حاجة بس أبتكلم يعني خلي رموش دي للصهرات للحفلات للخروجات اللي هي المهمة أو السوريهات لكن وإحنا رايحين الجامعة وإحنا رايحين الشغل هيبقى صعب بقى أن إحنا نقط نلذق وراكب رموش طيب أنا أقولك على حاجة أنا بقيت أشوف بنات دلوقتي لسه في سن سنة وإعدادي بيبقوا رايحين المدرسة ومركبين رموش لا ما أنا عادي أنا بشوف العجب العجاب آه يعني خلاص بقيت مرحلة دلوقتي كله مدرسة يركز بموش لا لا يا حاب أطفال دلوقتي في المرحلة بتدايب أزبغوا شعرهم بيبتلقي تراتيف الشعر دي أحمر وازرق واخدر دلوقتي ألوان حاجات بقيت غريبة يعني بقيت يعني بقيت يشوف حاجات غريبة يعني بجد إحنا بقينا مجتمع غريب أعدادي أعدادي من الكبر مش تهرجي ولا بتتكلمي جاي يعني ترسة طب قولي لها لما يبقى عندي كربعين سنة هتعملي إيه؟ لا خلاص بلا ما فيش أنا دايماً بحب للعيون الصغيرة هي شيمو عينيها مش صغيرة شيمو عينيها لوزية بس مش واسعة فأنا ما بحبش العيون التبقى الصغيرة دي أحددها بالاسود بحب أحددها بالبني عشان البني ما بياخدش ما بيصغارش العين فأنا انا اشتغلت مع شيمو قريدي فعلا فوق الرموش اشتغلت معاها بالاسود عشان خاطر يبقى هي نفس الخط بتاع الرموش لكن رسمة العين أنا اشتغلت بالبني وعملت بلند مع الدرجات فعشان كده مديني تدرج الألوان دوت كده فأنا دلوقتي خلاص بعد ما ركبت الرموش قريدي فأنا هعمل هوصل لحد مبدأ العين بس أنت لو أحردك وأخدتي بالك هتلاقيني أنا عاملة ببني مش عاملة باسود احنا طبعا بنقول اللوك ده اللوك الهول بيرفكت لكن احنا مش شرط ان احنا نعمل كل الكلام ده الصبح طبعا ما بيبقاش فيه وقت بس هو ده اللوك يعني بنقول يعني ايه اللوك هي عاملة كل حاجة بس بين ان هي ناتورال في الآخر مش مش مؤفرة يعني لكن طبعا ما فيش اجمل من الواحد يعني الصبح ده بالذات يعني يخسل وشه وينزل بصراحة يعني طبعا بحبش ايه احاجة بالنهار لكن ما فيش مانع ان الواحد يحط شوية تاتشات كده خفيفة باودر مثلا الوش بيبقى شاحل على اللي تظهر جماله مثلا اه يعني باودر مثلا بيوحد لون الوش فممكن روج خفيف برضو بيدي بيحدد شكل الوش بيبقى شكله حلو يعني حاجات تاتشات كده بسيطة يعني الايلينر دلوقتي بقى يعني مشكلة البنات اعمل ايه في الايلينر ارسمه ازاي الايلينر اعمل ايه اصبت ايدي ازاي في حاجة سهلة جدا للبنات اللي ما بتبقاش عارفة ترسم الايلينر تصبطه ازاي الصبوع دوت انت لو انت حطيت صبوع كده وانت مسكة هتبقى سهلة قوي انك تتحكمي في رسمة الايلينر اه على اساس ان هو ايه بيتهزش بيتهزفة بيلطش معايا بالضبط كده فانت صبوع صغير ده بيزنك كده وانت ايديكي بتبقى شغالة بالايلينر عايزي جدا دوت بقى ما بيخليش ان الايلينر هي ان هو يبقى متعرق جالش مظبوط اه 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 هنور تحت الحاجب عضمة الحاجب اناورها شوية طب احنا عايزين اسرع بقى لان خلص يعني وقتنا بيجري اوكي بتستعملي اللون ايه تحت الحاجب بجات او يعني انا بيج او افوايت كده درجة انا كنت حطة افوايت تحت الحاجب اه فانا عايزة يظهر شوية علشان لو حبت تخرج بيه بعد الظهر بقى نحط الدرجة شوية تدي نور للمكان دوت وممكن برضو اجي عند مدمع العين احط برضو الدرجة ديت كده عشان تنورلي وتفتحلي العين لو حارتك اخدت بالك انا احطة جوه العين ابيض علشان يدي وسع للعين شوية يعني ان هو ما يبقاش اسود حط المسكرة تحت كده خلاص نورينا برضو بتحطش روجة جوه زي علشان بتلاحظ ان فيه بنات مسلا ممكن الخد كله مليان روجة جوه هو دلوقتي موضوع الكنتور بقى هو مقتصر عن ان انا بعمل الكنتور البلاشر يعني بيبقى على الخد بس دلوقتي لكن زمان كان الاول لحناس تحط البلاشر على الخد وعلى المنخير وعلى القورة وعلى الدقنة كدوشهم كله بيبقى فيه بلاشر فدلوقتي الموضوع الاكتر ان انت بتعملي الكنتور عادي تحت عدمة الخد كده تمام وبعد كده بعد ما بنعمل الكنتور نروح حاطين البلاشر فوق نفس العدمة بالزبط يعني فوق الخط اللي انا عملته قريدي طيب احنا حطينا بردك نفس الدرج اللي هي البنيات لا اخدت درجتين في بعض اعملت مكس بين درجتين عشان ما يبقىش منو ميدي على فوشي قوي ولا ميدي على بوني قوي عشان انا عملا كل درجات من حدث مع بوني مع الدرجة اعملت مكس بين الدرجتين يعني اخدت درجة فاتحة مع درجة دي لو وبيتدي لون الخوخي كده شوية بالزبط يدي لوني فيتش تاع الخوخي دود الوقتي هيجيل مرحلة هايلائتر هنور بس تحت عدمة الخد كده وعند الجبين كده وعند الدقن والروج أنا حتى درجة برضو نود كده شوية فالبنات بيحبوا يبقى الدرجة فيها لمعة شوية بالنهار كده متبقاش مط وفي ناس بتحب الدرجة المط برضو إن هي بتدي شكل حلو للشفايف فأنا هادي بس إضاءة كده شوية خفيفة للشفايف يعني أنت بعد حاطيت المط هتحطي حاجة يعني أنا عملت بالليب أصلا مالية شفايف كلها منها إن هو يخلي الروج يثبت أكتر وقت ومنها إن هو يدي شكل شفايف كأنك عملت لها كنتور بالضبط بتحطي دلوقتي اللون بس فيه لمعة شوية نفس الدرجة بس بلمعة سنة فيه فكرة كويسة برضو إن أنا ممكن أنور حوالين الشفايف بالهايلايتر اللي أنا حطيته على عدمة الخد والجبين بفورشة صغيرة كده أمشي بيها في الأماكن اللي هي ممكن تديني طيب إحنا خلاص عشان هنختم معيكي أوكي خلاص عايزين نشوف بقلوك النهائي قدام الكاميرا كده بشكل الحقيقة جميل وهي شي مؤصلا جميلة فإحنا شايفين لوك ناتوريل ولطيف وممكن يبقى الألوان دي ممكن تبقى على البونية دي ممكن تبقى على بينك خفيف ممكن تبقى على بينك برضو روزات كده لون الروز بجميل بس هو دي احنا داخلين في فصل الشتة دايما بيحب أعمل دافية لكن في ناس برضو بتبقى جارية تحب تعمل حاجة صاريخة برضو بالنهار وكي يبقى لوك أحمر مثلا في واحدة من بتعمل لك أحمر بزيت فوق العين لا ده دي بودة بطلة يعني فوق العين لنكي تحب تخط روز على أقدر دي يا جماعة ما بقاش الكلام ذا فوق لا كان زمان يفتفوش يا فوق العين حالتك أصدك على الروج يعني لا الروج معايك يمفتوح درجاته اللون اللي انت بتحبيه يعني ايه وانا بقول بينك على بني حتى الروجة جوه برضو نفس الشي بشكرك يا رحاب بشكر ضيفتي لعزيزة خبيرة الماكياج رحاب اللي كانت من ورعنا النهاردة رحاب المكجار وشيمو ونطلع فاصل سريع ونرجع على طول عشان نختم ونشوف أطبقنا اللي قدمها لنا النهاردة شيف أحمد غريب طيب رجانة تاني مع كل مشاهدينا على الهوى ومطبخ النهاردة جميل ومليان بالألوان والحاجات الخفيفة ومشاهيات هنستعرض معاكو عملنا ايه النهاردة عملنا ايه شيف أحمد نهاردة عملنا چيكين بيكاتا بيكاتة الفراخ وغيرنا طبعا ان كتير بيعملوها باللحمة احنا النهاردة عملناها بالفراخ بالفراخ والمشار وما فهاش دهون كتير عملناها بالزدوstruقة خليها معنا بس طريقة corro без ا MICAA عشان تزهر معانا الاكل الجميل ده البيكاتة بالمشرو بيكتب المشروب والرز الأبيض مع الرز الأبيض بتاعها لأنها أصلاً بتتاكل مع الرز الأبيض تمام السلطات الحلوة بقى اللي عملناها أنا عاجباني قوي الحمص اللي بالرومان سلطة الحمص الجميلة طبعاً الرومان مع الحمص على فكرة تيسته عالي جداً 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 دك فايل ألوان الطفة وبيدي البرزنتيشن بتاعه عالي جداً حاجة جميلة جداً جداً والتيست هايل ومع أنا كمان الطبق الجميل ده اللي هو دوابع البنجر بالبرتقان البنجر وبرتقان وبصل وبقدونس وممكن نحط عليه كمان طفاق وبياخد زيت زتون وخد اللامون بتاعه تطلع حاجة هيلة جداً 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 الشربة الخضرة الجميلة اللي أنت عملتها الشربة الخضرة الجميلة دي دي شربة البروكلي حضرتك زي ما قلنا فيها طاقة غذائية عالية جداً وبتتعامل بالكريمة بتتعامل بالكريمة زي ما قلت حضرتك هي منشطة جداً لزكاء الأطفال ومحبوبة جداً عند الأطفال طيب ثانية واحدة بقى شوية الرمون الحلوين دول بقى كده على الطبق كده شوية لا ده أنت كده كمان عشان يبقى شكل كمان حلو معنا ههو يبقى الألوان كلها معانا يعني النهاردة ما شاء الله الألوان والتست والبرزنتيشن الأرع العسلي بقى الحلو ده عندنا أرع العسل الجميل ده اللي حقنا في الفرن بعد مساء الأداية ومعامة علاقة الكريمة وممكن يتقدم من غير الكريمة ممكن يتقدم بالمكسرات شيف مصطفى هيكلمنا قبل ما نختم أهلا بك يا شيف مصطفى علو السلام عليكم عليكم السلام إزاك يا شيف مصطفى إزاك يا سيدة زهان الله يخليك كله تماما شيف مصطفى حسن شيف الله ما شاء الله آه يا فندم يا حضرتك من أغارنا ربنا يخليك يا فندم أخضرها ديك إيه ده حلقة جميلة دي يا فندم ربنا يخليك إيه رايك فأطبقنا النهاردة الشيف أحبط طبع مبدع طول عمره مرسي جداً يا شيف مصطرفى مرسي جداً لزوئك يا شيف مصطفى والإعداد الجزء за Wyatt وحادث جزهان دا جات ده الله تقمل إعداد كل محترم وتقمل وبنام كل محترم والشيف أحبط طبعاً ع continuation مرسي جداً لزوءك Irish مرسي جداً لزوءك إنت أقل لي فاتت الطلب منك ель بيك Cuba بالمشن جيت أنا أكمل المسيرة النهاردة شيف أحبط عمل لنا بيك Qatar الفراز أكمل المسيرة النهاردة مكانك لا يا عشب أحمد انت علامة يا عشب أحمد إن شاء الله الحلقة الجاية أدولوا بحاجة أحلى بإذن الله مرسي جدا مرسي جدا تنورنا وتشرفنا بإذن الله ربنا يخليك وداية متقدم متقدم إن شاء الله يتسجعين ربنا يخليك مرسي جدا مرسي جدا مرسي على زوقك إنك اتصلت بينا وخلاص كده إحنا أطبقنا كده تمام بس أرق العسل سعب بيدخل للفرن حضرتك لما بياخد وش بيطلع بألوان تانية فإحنا عاملينه حاجة برضو خفيفة حاجة لايت كده مش كده نتاقل يعني إحنا بنقول إحنا بعد كده مطبخنا هيبقى مطبخ صحي عشان بقى أكل كله صحي هو ده اللي موجود دلوقتي في جميع دول أوروبا أو الجميع دول الأكل الصحي بشكرك جدا بشكر شيف أحمد غريب النهاردة مرسي جدا مساعدة شيف بتاعنا أحمد رضا منوضنا خبيرة المكياش كانت معنا رحاب بن نجار وشيمو وبشكر كل مشاهدين اللي تابعونا إن شاء الله نقابلكم على خير الأسبوع الجاي إلى اللقاء